الانتخابات النيابية لعام 2018 لم يغير إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية شيئا في المشهد السياسي بالعراق فالتسريبات الأولية التي أعلن عنها مسبقا طابقت النتائج حيث تصدر اتلاف سائرون بزعامة الصدر بـ 54 مقعدا يليه التحالف الفتح بزعامة العامري بـ 47 مقعدا ثم اتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي بـ 42 مقعدا بينما حل اتلاف المالك رابعا بـ 25 مقعدا ثم اتلاف الوطني الذي يقوده إياد علاوي بـ 21 مقعدا يليه تيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم بـ 19 مقعدا تأخير إصدار النتائج أكد الاتهامات التي تبادلها السياسيون أنفسهم بتزوير الانتخابات في وقت شهد الشارع العراقي مقاطعة غير مسبوقة وصلت إلى 19% يعني الانتخابات وما حدث في الانتخابات ومشاركة متدنية من الشعب العراقي هو دليل على أنه الشعب غير راضي على الطبقة السياسية منذ 14 عام يعني اليوم ما يحدث من تحالفات سياسية على جميعا يعني يتذكر أن الشعب العراقي غير راضي على جميع السياسيين وبالفعل ومع فوز اتلافه سائرون بالانتخابات لم ينتظر الصدر طويلا فبادر إلى زيارة العبادي وعمار الحكيم لبحث تشكيل تحالف يقرر وجه الحكومة المقبلة ربما تكون نظرتي متشائمة بعض الشيء حتى وإن تفائلنا فاعتقد نسبة التفائل لا تتجاوز العشرين بالمئة وفي قل الوجوه الموجودة حتى أمس شاهدنا المفاوضات هي نفس الكتر ربما تغير اللون من لون إلى آخر وتغيرت المسميات من مسمى إلى آخر ولكن عندما تبحث داخل القائمة هي نفس السياسة نفس الستراتيجية تشتت الأصوات وتراجعها جراء المقاطعات الشعبية عاداً للمشهد عبارات كان يرددها السياسيون في مرحلة ما قبل الانتخابات حيث أكد العبادي والصدر عزمه وتشكيل حكومة التكنقراط قادرة على توفير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي ومحاربة الفساد الهرم موجود فتبقى نفس الوجوه شطرنج يلعب داخل طاولة الشطرنج نفس الوجوه لا يوجد أي تغير سيصير أم محاصصة ولا حكومة أغلبية ولا هذا الشيء ولا مشاريع جديدة ولا تنمية ولا قوانين نفس الوجوه خيم الفساد على البصرة بطالة سوء بالصحة رداء بالتعليم الماء لحد الآن ما يمين شروب كل الموجود بالحياة لا يخدم أن يعيش الإنسان بكرامة كإنسان سلبت كرامتنا بعدم موجود الخدمات الملائمة للحياة الكريمة أسباب تبرر اتساع رقعة الرافضين لانتخابات والعملية السياسية برمتها ويقوض حديث شركاء العملية السياسية عن شرعيتهم المستمدة من صناديق الاقتراع شكرا